ناس كتيرة جدا تجي للعيادة دكتور ابني ما بيقولش ابني ما بيعودش على الاكل ابني مش باين عليه كل الاطفال اللي في نفسه عمره جسمهم كده كويس وامرابرابين وصحيتهم كويسة لكن انا ابني صحيته مش كويسة ما يعرفش ايه السبب علشان كده جاي نتكلم معاكم بشكل مفصل عن كل ما يخص تشخيص الديدان عند الاطفال وكل ما يخص علاج الديدان عند الاطفال لكن هنتكلم عن اشهر الشكاوى شيوعا عندنا في الايادات لكن بعد الفاصل انتظروا امتى اقول ان طفلي عنده ددان اعراض او الشكاوى الاكثر شيوعا في الايادات تقول يا دكتور ابني عنده اسهال عنده دم في البراز عنده هرش مستمر عنده فتحة الشرك عنده مغس مستمر عنده سيلان في اللعاب عنده تعانية عنده انيميا كل هذي هي ديت الديدان بشكل مبدأ ايه ديرنا شخص ان هو عنده ديدان نتيجة وجود هذه الاعراض نبدأ بقى نتكلم بشكل مباشر عن العلاج طب يا دكتور انا عالجي ازاي لازم نعرف نوع ديدان اللي موجودة ايه لكن النهاردة هنتكلم معاكم عن اشهر نعيم طبعا بنعمل فحص البراز علشان نتأكد ايه ايه النوع اللي موجودة عنده بالظبط وبناء على النوع اللي موجودة عنده نقدر نكرر ايه الدواء الانسب لطفل نفسه يباي اول حاجة بنعمل فحص البراز ووجدنا هذه الاعراض موجودة عشان نشوف ايه يلانواع النوع اللي موجوده عندنا وبناء على النوع بنيدوا له الدواء الانسب لي كده كويس لحد هنا كده كويس تعالنا نتكلم بقى معكم عن اشهر نوعين بتقابلنا في العيادات النوع الاول اللي هو الاميبة ما نيجي نتكلم عن الاميبة نتكلم عن العلاج بتاعنا خلاص عملنا عملنا التشخيص بتاعنا من خلال فحص البراز بتاعنا وجدنا ان بالفعل الطفل عنده اميبة طب ايه هو الدواء الانسب اللي احنا بندهوله في حالة الاميبة في حالة الاميبة بنده حاجة اسمها المترونيدازول طب يا دكتور الجرعة بتاعته بتكون الجرعة بتاعته بتبقى بالضبط بتبقى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم لطفل المدة اسبوع بشكل بسيط علشان الناس ما تطلق بطش احنا دلوقتي عندنا طفل 10 كيلو جرام وخلاص تأكدنا اللي هو عنده اميبة من خلال فحص البراز اللي احنا عملناه يبديله 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لهو عنده 10 كيلو جرام من وزنه يبقى بنضرب 50 في 10 يطلع لنا 500 ميلي جرام يبقى احتياجه اليوم من مترونيدازول 500 ميلي جرام يوميا ديدان الدبوسية اما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية بنقول لو احنا وجدنا في الفحص البراز بتاعنا ان هو عنده ديدان دبوسية نقدر نقول ان احنا بناخد مادة فعالة اسمها البندازول المادة الفعالة دي بناخد منها تركيز 200 ده بناخد ارسين مرة واحدة في الاسبوع ارسين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع ده بشكل بسيط قوي متكلم معكم عن اشهر نوعين بنقابلهم في العيادة زي الاميبة قلنا لو فيه اميبة بندي المادة الفعالة اسمها المترونيدازول بندي 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم لكل يوم لمدة اسبوع واحد فقط اما بالنسبة لو طلع عندنا ديدان دبوسية بندي مادة اسمها البندازول البندازول دي بناخد ارسين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهار كان فيها معلومات قيمة جدا يلا بقى دلوقتي نكتب النوعين على الصبورة ونكتب المواد الفعالة بتاعتنا ونكتب ازاي نحسبها بس على الصبورة وبعدين نختم الحلقة بتاعتنا بس قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا عايز كل الناس ننزل دلوقتي حالا في معلومات قيمة في هذا الفيديو بنعطيكم اسرار المهنة ما دمنا نعطيكم اسرار المهنة انزلوا دلوقتي حالا نعملوا لايك شاركوا الفيديو فادال على الخير كفاعله اه شكرا ليكم كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجماعية الطبية العمومية للتغذية الالاجية دمتم بصحة وعافيا اول حاجة جماعة تكلمنا فيها النهاردة تكلمنا عن الاميبة قلنا في حالة الاميبة هنكتب حاجة اسمها مادة فعالة اسمها الميترونيدازول الميترونيدازول ده عبارة عن اقراص وبننبه ان الميترونيدازول بنقول الاطفال فوق الست سنوات وبالنسبة لكن من اشهر الحاجات اللي موجودة في حاجة اسمها الفلاجيل فلاجيل ده منه تركيزات مثلا فيه 500 ده تابلت احنا قلنا الجرعة بتاعتنا بتبقى ازاي زي ما احنا كاتبين هنا هون الجرعة بتاعتنا بتبقى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم يعني لو الطفل مثلا 20 كيلو يعني بنضرب 20 في الوزن بتاعه 20 بنضربه في 50 ميلي يبقى 20 في 50 هدينا 1000 ميلي جرام يبقى احتياجنا يعني ده لو الفلاجيل ده او الميترونيدازول ده تركيزه 500 يبقى الطفل محتاج ياخد ارصين يوميا طفل مثلا 10 كيلو يبقى نضرب 10 في 50 بدينا 500 يبقى احتياجه يوميا طب لمدة الدي لمدة اسبوع واحد فقط نقدر نستطيع نتخلص من الاميبة اللي موجودة في الامعاء بتاعتنا الدبوسي ما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية قولنا بندي المادة الفعالة اسمها البندازول البندازول بشكل بسيط ده بناخد ارصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع يعني كل اسبوع بناخد ارصين كده يا جماعة بشكل بسيط اتكلمنا عن رشدة بتاعتنا بشكل تام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة